نيجي بقى نتكلم على المباراة فنياً النادي الاهلي في المباراة بلا حلول او صحيح الاهلي وصل في بعض الكرات وكان فيه بعض او كثير من الكرارات الخطاعة عند اللاعبين في انهاي الهجمات بس الحلول مش كتير صناعة الهجمات مش كتيرة العرضيات مش كتيرة الاجادة الفنية وانك تقدر تفتح مساحات مش موجود فيه تفاصيل صغيرة تقدر تقولك المدرب اشتغل صح ولا لا المدرب كويس ولا لا مرة اخرى مرة الف لا حكم على سوارش في المطلق دلوقتي بس جماهير النادي الاهلي محتاجة الامارة يعني مثلا ممكن يبقى فيه استحواز على الكرة جيد ممكن يبقى فيه تصويب من خارج منطقة الجزاء جيد الكرات السابتة بيعملوها بشكل جاي فيه ملمح ما يقول لا الفرقة جاية الفرقة جاية النهار دا كان فيه لقطة فيه منتهى الغرابة فيه منتهى الغرابة بصراحة مش كفتهاش بصراحة معرفش ممكن يكون حد حضراتكم شافها قبل كده بصراحة مش كفتهاش الله اعلم يمكن اسلوبه بيجاب كريم فؤاد كتب على ورقة طويلة كده كبيرة بعض التعليمات الفنية زي ما حراركم شايفين تمام كريم فؤاد طبعا بيسمع من المترجم هو بيتكلم سورش بورتوالي حتى ما كان مش انجليزي وبالتالي كان المترجم شغال مع كريم فؤاد خد الورقة مال الورقة اداها ادا الورقة دي لكريم فؤاد وتقريبا قال له وزع على اللاعبين خليوهم يشوفوها وبعد كده كريم فؤاد شال الورقة في الشورت ايه ده يعني موصل التعليمات سهلة انا مانده لي لأ واولا كده كان محفظهم ومديهم بلان اي و بلان بي و بلان سي لو انت هنعمل كده ولو مش عارف حصل ايه هنعمل كده وانت حراك واقف من البرة تدي تعليمات عندك المدرب المساعد كابتن سامو ممسان ممكن يدي تعليمات لكن ورقة ورقة هي مش محاضرة هي مش محاضرة دي مباراة دي مباراة وانت ممكن تسجل النوتس بتاعتك او ملحوظاتك في ورقة وبعد مثلا 45 ديها تقولها للعابين تبلغ بيها المدرب المساعد لو سمحت روح بلغ اللعابين لو انت مش عارف تتواصل مع اللعابين بسبب اللغة مثلا فيه الف تفصيلة يعني فيه حاجات اللي هي ايه يعني انا مع كامل الاحترام بس هو كده مش بيثبت انه مدرب عظيم وفي نفس الوقت مش شادر اقول انه عايز لقطة امية ولا حاجة بس يعني الحاجات دي اجمل مدربين في العالم ما بيعملوهاش فتمام يعني برضو تحسسك انه فيه حاجة مش مظبوطة مرة مليار مرة مليار لا حكم على سوارش لا حكم على سوارش احنا بنحط ملحوظات ملحوظات لو جيت قلتلي دلوقتي يعني هكريم رأيك ان السوارش يمشي من النادي القليل هقولك لأ معايني ما قدرش اقول قرار زي ده طبعا النادي الاهلي بلجنة تخطيط بنس خبراء في الكرة ممكن يقيموا بشكل افضل بس انا لأ لسه يعني ما قدرش اكون قرار ما قدرش اقول انه يمشي او يقض ما قدرش عشان هو ما اشتغلش في الظروف طبيعية مية في المية عشان نبدأ نحكم عليه بنسبة مية في المية بس الاداء النهاردة مش حلوه الاداء اللي قبل كده مش حلوه حتى الاهلي هو بيكسب مش حلوه في حاجة مش مظبوطة وبرضه موضوع الارهاق خلص خلاص الشباب موجودين موجودين وانت كمان بتتكلم على ظروف الظروف دي تتعامل معها